مرحبا طلابنا العزاء طلاب اكاديمية القناة الطبية اهلا وسهلا بكم اليوم راح نبدأ بسلسلة محاضرات مادة الامبريولوجي والأورال هستولوجي المحاضرة الاولى هتكون هي محاضرة امبريولوجي على بركة الله نبدأ المحاضرة الاولى لازم نعرف انه حياة الانسان نقدر نقسمها الى مرحلتين اللي هي مرحلة قبل الولاده ومرحلة بعد الولاده قبل الولاده نسميها و ما بتbacks النتر مرحلة قبل الولاده هذه رح تكون هي من اختصاص الامبريولوجي الي رح ندرسها بالامبريولوجي هي مرحلة قبل الولاده فالامبريولوجي شنوهة على بركة sketch conspiracy فراح انه والمرحلة اخرى تحديداً شنو development of germ mates 6 cells 6 cells رح ندرس البيضة و رح ندرس النطفة شلو رح تتكون دني الخلايا كذلك رح ندرس اللي عمليات التلقيح والإخصاب كذلك رح ندرس development of embryo and fetus embryo and fetus embryo and fetus بس بعد شوية رح نعرف شنو فرق بين هاي و رح ندرس الcon genital disorder اللي رح تطلع خلال هذي الفترة ندرس الطفرات الوراثية التشوهات والعيوب الخلقية اللي رح تطلع قبل الولادة زين فترة الحمل لازم نعرف ان فترة الحمل بالإنسان هي تسع أشهر أو ثمانة وثلاثين أسبوع زين الفترة الحمل هاي أول ثمان أسابيع من فترة الحمل وراء العملية الإخصابة والتلقيحة الـ رح نصير عملية اسمها معناها عملية تكون عملية تكون الجنين ذلك أول ثمان أسابيع الجنين رح نسميه أمبريو أول ثلاث أسابيع رح نسمي الجنين بعدها من بداية الأسبوع التاسع إلى أن ينولد الجنين رح نسميه فيتس أوكي استعرفنا شنو الفرق بين أمبريو والفيتس أول ثمان أسابيع بعد عملية التلقيحة والإخصاب هي نسميه أمبريو وبعدها من الأسبوع التاسع إلى الولادة نسميه فيتس أمبريو لماذا تقسمناها؟ لأن بأول ثمان أسابيع رح يتكون عندنا الأعضاء الرئيسية للجسم الأمبريو الجنين الأعضاء الرئيسية الحياوي كلها رح تتكون من الأسبوع التاسع إلى الولادة مجرد هذه الأعضاء رح يكبر حجمها رح يكبر حجمها إلى أن توصل للحجم الطبيعي بأول ثمان أسابيع رح تتكون أساساتها تمام؟ لذلك بالبداية سميناها أمبريو وبعدها صار فيتس زين رح ندرس في المقدمة عن الجهاز التناصري الأنثوي شوفوا هاي بالصورة هنا أدنى ذنى الأوبري ذنى المبايض هي اللي رح تنتج لي البيض اللي بعدها و رح تنتج هاي البيض هاي البيض رح تنتقل خلال بإمكانه اوبريو استمانه هاي الفالوبين تيوب رح تنتج لي الأوبريوض إلى أن تنتقل يكون بسريطة و يصير فرتلايزاج السيستم بإنترنال و إكسترنال 6 أورغنز كنا نعرف أن السيستم بأعضاء خارجية و أعضاء داخلية بالمناسبة الجهاز التناصري الأنثوي عند الولادة الجنين يكون غير ناضج فعليا إلى أن يصل إلى سين البلوغ هذا الجهاز التناصري الأنثوي يكون ناضج و قادر على استقبال الجنين و عملية الأخصار لآخر هذا التناصري الأنثوي سيكون مسؤول عن إنتاج و نقل البيوغ إنتاج و نقل البيوغ إنتاج 6 أورمون سيكون مسؤول عن إنتاج هرمونات معينة و إنتاج البيوغنز سيكون مسؤول عن تطور الجنين خلال فترة الحمل لأنه هو اللي رح يستقبله و الجنين رح ينزرع بهاي المنطقة فهو المسؤول عن التطور معدر حسنًا Deliverative System من مقلال تطور البيوغنز أول إنتاج تنصري من المبائض حسنًا مارس يستقبل السبيرم خلال عملية الجماعة يستقبل الحيوانات المنوية السبيرمات وهو الذي يوفرها بيئة مناسبة للفرتلائز ما سيقوم بعمل سبيرات التي تساعدت الترانسات السبيرم إلى فالوبين لازم العملية الإخصاب تحدث في هذه المنطقة بالفالوبين تيوب لازم في هذه المنطقة حتى بعد ما تنقسم الخلايا توصل مرحلة معينة تقدر تنزرع هنا عملية نقل السبيرم منها إلى هذه المنطقة كلها يكون مسؤولة عنها الجهاز التناسل العنثة ولازم يوصلها إلى هذه المنطقة حتى يصبح عملية الإخصاب هنا حسنا فالوبين تيوب ويرسبير ونفرع عملية التاقية هو اللي رح يوفر لي الحماية والتغذية الكافية للأمبريو صار عدنجانين وورا صار عملية الاخصار هو اللي رح يوفر لي هذه الحماية والتغذية زين الأوريان سايكل عملية تكون البيضة أو يسموها الأوريان سايكل أوفيوليشن التبويض أو أو جينيسز أو أو معناها بيضة فأي شيء تجدون مكتوب أو أو معناها بيضة يعني متعلق بالبيض أو أو جينيسز عملية تكوؤن البيضة هاي العملية حتمر بثلاث أطوار اللي هن الفوليكلر فيس أوفيوليشن فيس واللوتيال فيس هذاني كلهن يصيرن داخل المبيض داخل الأوري أوكي بحيث بنهايتهن رح ي... الناتج مهدتهن إنه رح تطلع لي بيضة أوكي و رح تطلع يتكوين في الجسم رح يكون مسؤول عن إفراز هرمونات معينة أسرح نحتيهن بالتفصيل فخلنا نأخذ مقدمة أول شيء عن أوفيوليشن عملية التبويض شنو؟ أو الإباضة هي ريليز أوف ايج فروم أوفيليز واضح عملية خروج البيض من المبايض بالويمين هذه الإفنت أكور أوفوليكولر ربتر بتحقيق سوية الأوراة مثل ما شكنا بصورة انه هذه الأحداث رح تنتج عنها انه بيضة رح تطلع من المبيض اوكي هي السكندرية أوفوليان سوية الأوريان الأوريان شوان تصير عملية الإباضة شوان تطلع لي هذه البيضة سوف تطلع لي بمنتصف هذه الدورة هاي الدورة الرحمية اللي حشيناها قمنا تمر بثلاث أطوار بمنتصفها رح ينتج لي بيضة بمنتصف هذه هي مدواي ثرو ديمسترال سايكل بعد فوليكولار فايز ويساعد بالفايز الوفيليشن اللي هو الوفيليشن اللي كان بالنص الوفيليشن فايز رح يكون بين الفوليكولار فايز اللي هو يكون قبله واللي بعده هو اللوتيال فايز فرح تكون بالنص بنص هاي الفترة هو رح تمتج لي بيضا بعد الفيليشن دورين اللوتيال فايز The egg will be available to be fertilized by spair وراء ما يخلص الوفيليشن وراء ما طاعة البيضة خلال الفيليشن الاخير اللي هو اللوتيال فايز فاي الفترة البيضة تكون مستعدة انه يصير بيها ترقيح اوكي زين بالاضافة الى انه الاندوماتيريوم اللي هي بطانة الرحم اوكي اللي يسميها اندوماتيريوم اليوتراين لايننج سيصير بيها تضخم او او ازداد الحجم مالتها حجم بطانة الرحم رح يزداد اوكي حتكون تستعد حتى تستقبل البيضة المخصبة اوكي رح يصير هاي التغيرات بيها حتى تكون مستعدة انه تستقبل البيضة المخصبة اوكي اذا ما صار حمل اوكي هذه البطانة بعد ما صار بها تضخم وكذا رح يروح هذا كله رح يروح وينزال هذا التضخم خلال المينستريشن اوكي خلال عملية الدورة الشهرية هذه البطانة كلها رح تروح حسنا حسنا بعد ما صار عن الوفيوليشن هذه الوفيوليشن ما سيحدث رح يتحكم بها في جزء من البيضة اللي هو الهايبوثالمس الهايبوثالمس رح يتحكم بهذه العملية رح يتحكم رح يحفز لي إفراز هرمونات من هذه هرمونات من بيتوتوريقلانت بيتوتوريقلانت ستفرز هرمونات من يحفزها؟ هايبوثالمس الموجود بالبراين اوكي اياهن ذن الهرمونات كنا نعرفهن اله والف اس اج اللي هو الهوليوتينيزنغ هرمون اله والفوليكلر ستموليتنغ هرمون اف اس اج اوكي زين بالطور اللي قبل الاباضة قبل لا تخرج البيضة ايه اش رح يصير الافرام الافريم فوليكلر سيضع ايه الاف اس اج شفوهن الاف اس اج هذا الهرمون رح يسوي لي تغييرات بيمن بالبيضة قبل لا تخرج قبل لا تطلع عن المبيض باعته بداخل المبيض اوكي باعته داخل الاوفري رح يسوي لي بها تغيرات انه رح يحول لي الخلايا يكون لي خلايا اللي هي اسمها كوميروس سيرز اوكي ها تكون مسؤولة عن فد عملية توسع حتصير بهذه البيضة شوفو هذان الخلايا الكوميروس ديني هذان الخلايا رح تكون مسؤولة عن عملية فد انتفاخ بسيط حيصير بيها اوكي نتيجة افراز هرمون الاف اس اتش اللي هو فوليكولاستيمولايتنج هرمون زين بعد هذي شرا حيصير هذي البيضة شباس هالبيضة داخل فد غلاف معين اوكي اللي هي هاي البيضة هنا فقلنا هاي الخلايا زادت حجم البيضة هاي البيضة هي بالعاد هاي حجمها اجت هاي الخلايا سوت لي اكسبانش توسعتها لخليها زادت حجمها اللي غطتها من الخارج زين بعدها ورا هذاش رح يصير هذي البيضة رح تطلع اوكي رح تطلع من هاذا هاي الحويصلة الموجودة اوكي هاذي البيضة رح تطلع من خلال فتحة اوكي حصير فتحة هنانا هاي الفتحة اسمها استيغمو اوكي استيغمو هاي الفتحة اللي رح تطلع منها البيضة من هاي الحويصلة اللي مغاطيتها من هاي هاي الجرانيول اسمها استيغمو الاوفيليشن رح يتحكم قلنا بها عملية الاباضة هاي رح تحكم بها هرمونات ال FSH و ال LH اللي تنفرز من البوتوتاري اجلاند بالطور الاخير اللي هو اليوتل اليوتيل ستيج اوكي بوست اوفيليش ايش رح يصير احنا حتينا عدنا ثلاث عطوار اوكي سرح نحتي عن الثالث بشكل مختصر اللي رح نحتي به كل طور واحدة بهذا الطور الاخير رح تطلع البيضة السيكوندري او او سايت اللي هي البيضة الناضجة اهنا عدنا بيضة ناضجة اوكي سيكوندري او او سايت و رح تراثل ثرو ذا فالوبين تيوب رح تمشي خلال الفالوبين تيوب الى اليوترس فبهاي المسار مالتها لازم يصير بها اخصاب اذا ما صار اخصاب اوكي رح هاي البيضة تتحلل بينما اذا صار اخصاب خلال ست ايام الى ثم عشر يوم رح تنزرع داخل بطانة الرحم اوكي بالطور الاخير رح تطلع البيضة ناضجة من المبايض فلازم خلال 6 الى 12 يوم بهاي مسارها من المبيض الى خلال فالوبين تيوب الى ان توصل الى الرحم لازم هنا يصير بها عملية اخصاب اوكي اذا ما صار هذا البيض رح تتحلل اوكي اذا صار رح خلال 12 الى 6 الى 12 يوم رح تنزرع داخل بطانة الرحم ويصير عدنا حمل جيد الفيز الاول رجعنا على الفيزات مال عملية الاباضة عملية تكون البيضة هتمر بثلاث اطوار الطور الاول اللى هو الفوليكولار فايز الفوليكولار فايز ش رح يصير به هو عملية تكون الفوليكول اوكي اذا الفوليكول اللى هتكون اللى البيضة اللى هتحيط اللى البيضة هذى عملية تكون is the face during with the ovary follicle nature لازم بهذا الفيز رح تتكون عندي حويصلة ناظجة اوكي الفوليكولار follicle nature شوف شنون ش رح يصير The ovum must be supported by corona radiata and commulus or ovrus granulosa cells The letter and ergo period of proliferation and massification known as commulus expansion شوفوا هاي الصورة هاي بس شوفوا هاي انو هاذ هاي المرحلة هتكون قلنا بالبدأ هتكون فوليكول هاي الفوليكول شنو وظيفتها وظيفتها هاي الخلايا هاي الخلايا اضيفهم الى البيضة لان هاذي الخلايا هتكون طبقة خارجية حماية المن الى البيضة زين وبعد هذي هذي الخلايا ايضا شنو وظيفتها وظيفتها secretion of hyaluronic acid rich cocktail ستفرز لي مادة غنية بال hyaluronic acid اوكي هاذي هتكون لشبكة تكون شبكة لزجة زين around the ovum واضح هتكون لشبكة around the ovum هاي هاذي الشبكة اللي تكونت stay with ovum رح تبقوية البيضة حتى بعد عملية الاوبليش حتى بعد عملية الاباضة ورا ما تطلع البيضة من المبايض وتكون ضرورية المن for fertilization تكون هاي ضرورية جدا بعملية الاغصاب ليش لان هاي هتكون لطبقة هذي الطبقة هتصعب عملية مرور السبير حتى ما يتيجي كل السبير مات تخترق البيضة نفسها هتصعب هاي العملية بحيث يوصل الى السبير مواحد يقدر يخصب لهذه البيضة الواحدة حتى يطب الى السبير مواحد بس فمن ضمن وظائف هاي العملية من ضمن وظائف هذي الطبقة زين زادت خلايا الخلايا زاد عددهم من زاد معناه الزاد زاد الفلويد من زاد الفلويد صار هذي انتفخَت واضح زاد العدد الخلايا زاد افراز السائل انتفخَت الخلية حجمها اكثر من 20mm كقطر اكثر من 20mm كوي knight فد انتفاخ بارز نشوفه على سطح الأوفرين نسميه بلستر فد انتفاخ بارز نشوفه على سطح المبيض بالمبايض على سطح حن فد انتفاخ بارز هذا نسميه بلستر لماذا؟ قلنا لأن زادت خلايا الكومولوس سير زاد عددهم زادت الفلويد انتفخت أكثر من 20 مليمتر كدايا ميتر فشفنا هذا الانتفاخ اللي سميناه بلستر زيان الفيز الثاني بهاي المرحلة رح يصير مستوى الاستروجين رح يوصل الى القمة مالت رح يوصل الى الظروة وين؟ بنهاية الفوليكلر فيز حوالي 12 الى 24 ساعة خلاص الفيز الاول من خلاص الفيز الاول ارتفاع هرمون الاستروجين الى اعلى لفل ممكن يوصل الى هذا ما تسوى لي؟ تسوى لي فيزيادة بهرمون الـ LH وزيادة بهرمون الـ FSH ليش؟ لان صعد عدد نحن قلنا الاستروجين الاستروجين منصعد تسوى لي ارتفاع بذني هذا الارتفاع سيبقى 24 إلى 36 ساعة نتيجة هذا كله هذا سينتج عنا ربتشر هذه الفوليكلر سيصير بها ربتشر خلاص هذه الفوليكلر ستطلع الى البيضة هذه الهرمونات تسوى تشغلها خلت هذه الحويصلة تطلع البيضة اللى بداخلها اوكي تطلع روحي الى الفوليكلر اوكي طلعت من الـ ovary قلنا من خلال شنو فتح حصارة تسميناها استيغما اوكي فها الـ LH نتيجة انو الـ LH بـ هرمونات محللة نتيجة انو اللى سوتلي فالثقب عبر من خلال هذه البيضة وخرجت الى خارج المبيض هذا الثقب سميناه استيغما هذا هو الـ ovulation phase هذه الـ Oocyte اللى هي البيضة معناها البيضة السكندر الـ Oocyte يعني البيضة الناضجة اوكي 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 طلعت منها طبت وين للـ فالوبين تيوب طبت القناة فالوب اوكي من خلال الـ هذنى عدنا ذنى مثل الزغابات او خيوط هذنى حي مسكن هاي البيضة منطلعت من المبايض اوكي بعد ذنى شنو وظيفتها ذنى وظيفتها رح ينقلل رح تمشي من خلالهن الـ البيضة من الفالوبين تيوب من بداية الفالوبين تيوب الى ان توصل الى اليوترال الى ان توصل الى الرحم اوكي هذه رح تبدى رحلتها باتجاه اليوترال ستبدى رحلة البيضة من الفالوبين تيوب الى الرحم اذا ماكو اوكي اذا خلال هاي الكورس هاي المسافه اوكي اوكي ما ممكن انه هناك يصير اخصاب ما راح تلاحك لازم الاخصاب يصير بالفالوبين تيوب حتى من توصل الى هناك تكون جاهزة انه تنزرع جيد واضح هاي الفكرة فاذا ماكو فرتلالزاشن هاي الاوكي سيكون الى اوكي تتجينيرات خلال 12 الى 24 ساعة هاي البيضة اذا ماصار بها اخصاب رح تتحلل وخلاص تمتهي هاي العملية ما راح يصير عدنا حمل الطورة الاخير اللي هو اللوتيال فيس ماذا اللوتيال فيس شوفوا هذا هذا الشي في اللي يتكون هذا اسمه اللوتيال او الكوربس لوتيام الكوربس لوتيام من اسمه سميناه اللوتيال فيس زيان لما راح يتكون لهذا هو اللي نقصد به اللوتيال فيس هاي ستعرف شنو الفوليكل بروبر هازمي خلاص الفوليكل انتهت دورة حياته او او سايت راحت الفوليكل هاي طلعت الاو او سايت خلص رح تتقلص على نفسها زيان وتتحول الى جسم منكمش اللي هو الكوربوس ليتيوم الكوربوس ليتيوم هذا جسم منكمش هذا الكوربوس ليتيوم جسم أصفر اللي هو ما اخذيته قبل سابقنا بأنه جسم الأصفر هو عبارة عن استيرويدوجينيك كلاستر هو مادة تفرز لي استروجين زيان اللي هو جسم يفرز لي استروجين هذا جسم يفرز الاستروجين والبروجستيرون اللي هو الجسم الأصفر اللي هو كوربوس لوتيوم اللي هو جسم يفرز لي استروجين والبروجستيرون زيان ذن الهرموناتي سوى ذن ني اندوز the endomaterial الهرمونية الاستروجين و البروجستيرون سيقوم بتغيرات بجدار الرحم بطانة الرحم بحيث بطانة الرحم تصير عبارة عن بطانة افرازية حتقوم بتفرز السوائل و حتتغير هيكلية خلاياها حيصير بها تغير هذا كله نتيجة ذن الهرمونيين اللي هو منه انتجهن انتجهن هذا الجسم الاصفر هذا الجسم الاصفر هو اللي انتجهن الكوربوس ليتيوم رح يستمر بهذا الشغل المادته الى نهاية المنستر سايكل الى نهاية هذه الدورة الرحمية زين رح يحافظ لي على الاندوماتيريا رح يحافظ لي على بطانة الرحم وبعدها رح يتحول هذا الجسم الى مجرد اسكار خلال المنست زين ورما تخلص فترة الشهر هاي تخلص الدورة كلها هذا الجسم الاصفر رح ينتهي دوره ورح مجرد يبقى على شكل ندبة وتنتهي شغلته مع الافراز البروجستيران والاستروجين خلص يتوقف بنهاية هذه الفترة زين يبقى مجرد ندبة وحتى رح يتحول لون يصر لونه الى ابيض بعد ما كان اصفر تحول الى جسم ابيض زين الفيرتلايزيشن شنو الفيرتلايزيشن هي الاخصاب او الترقيع عملية اتحاد الحيوان المنوي السبيرم مع البيضة الاوفم او او اوفم الاوفريز المباعد تنتج لي بيضة وشغل و تدوم او الالتبات اللي رح تمر برحلة من الفالو بياني تيوب الى الروترس الى الرحم زين في هذا الهند هي التنظيم بهاي الفترة بهاي المسافه وهي التنظيم التنظيم العملية واحدة يمكن تناعمل مع العملات واحدة يقوم تبدأ ماذا معناه ؟ هو اكيد ما رح يدخلي سبير مواحد الى الرحم ما رح يدخل حيوان من او واحد الى الرحم لا رح تدخل كميات هائلة اعداد شبيرة زيان ولكن سبير مواحد سبير مواحد رح يقدر يخترق البيضة والجدران المحيطة بيها حتى يوصل الى النواة ويخصبها اوكي ويتحدوا ايها فاللي رح ينجح هو واحد سبير مواحد من رح يطب هذا سبير مواحد رح تتحدوا البيض رح تكون زايغوت او الزيجة زايغوت اللى خلية مخصبة واحد زيان زايغوت فستسوى 1 سبير مواحد وان سيل اوهم ينتج لان سيل زايغوت السبير مجد به الاسبيرم بعدد كروموسومات اللي هو 23 كروموسوم والأوبوم أيضا بيها 23 كروموسوم زيان فمن راح يتحدنش راح ينتجلي راح ينتجلي 46 كروموسوم اوكي يصير عدنا 46 كروموسوم هنا 23 23 ينتجلي 46 كروموسوم فهس الخلية الخلية السبيرم والأوبوم اللي هنالخلايا الجنسية هتكون بها عدد الكروموسومات هو النص نص منها ونص منها هينتجلي 46 كروموسوم اللي هي عدد خلايا عدد كروموسومات أي خلية بجسم الإنسان اوكي زيان الفيرتاليزيشن الفيرتاليزيشن عملية نجاح الفيرتاليزيشن هتكون مرتبطة بهوائي شغلات اول شي شنو هنه ذلني اول شي عندنا الكيمو تاكسيز شنو معناها اكو فاد شون نقول تجاذب كيميائي زيان التجاذب كيميائي يصير بين الأوفم والسبيرم زيان الأوفم والسبيرم اكو بناتهم في التجاذب كيميائي بحيث ينجربن البعض زيان هذا التجاذب هو اللي يسهل هواي عملية الفيرتاليزيشن عملية الاخصار زيان اكو فاد تلاصق وتماثل بين من بين السبيرم والأيج اوكي يعني يعني شلون نقول انه هذا التجاذب الكيميائي زيان اللي صار بالبداية بيناتهم رح ينتهي بعملية تلاصق بيناتهم زيان عملية تلاصق بين الأيج والسبير العملية الثالثة اكو رح حصير اكروسومة الرياكشن اللي هي شنو كنا نعرف شكل السبير السبير عبارة عن ذيل ورأس اوكي اكو فاد رأس دائري وبيذيل هذا الرأس من رح يوصل ويصير وصير تلامس بينه وبين البيضة حصير بين أتهم بين الرأس ps8 وبين البيضة البيضة حصير اتفاعل هذن التفاعلات ان نسميها اكروسومة choices اسم يلك التفاعلات اسمها اكروسومة reinigation اللي هو بالرأس الحيوان المنوي وبين البيضة بيد البيضة نعم جدا مهمات هذن التفاعلات جدا مهمة حتى يعبر سبيرم واحد حتى يقدر يخصب ببيضة سبيرم واحد مو اكثر اسم لان بعدงاء بعدها ثم تخصب تخلص الباقيات كلها نحللها أي واحد يحاول يدخل بعد وبعده ما وصل خلاص رح يتحلل ما دام وصل أول واحد ذن التفاعلات يحدث بالطبقة الخارجية الطبقة الخارجية للبيضة اسمها زونة بلوسيدة الطبقة هاي هنا طبقات زونة بلوسيدة كورونا رادية إلى آخره فالطبقة هذي اللي حصير به التفاعل اسمها زونة بلوسيدة فالتفاعلات اللي حصير هنا نسميها زونة ريكشن زونة ريكشن أو أكروسومال ريكشن الزونة هي اللير مال طبقة البيضة والأكروسومال هو رأس الحيوان اللي نسميه أكروسوم فالتفاعلات اللي نسميها زونة ريكشن أو أكروسومال ريكشن المهم ملخص هذي التفاعلات انه رح تسمح لي انه حيوان منا واحد رح يخصب لي البيضة بس حيوان واحد عدا ذلك الباقيات كلها أي واحد يحاول ورح يوصل خلاص رح يتحلله تقول لها ممنوع دخل الحيوان واحد وخلاص وضحت الفكرة حسنا فهذا يمنع لي تعدد السبيرمات حسنا الكلفة صارت عندنا زايقوت صارت عندنا خلية مخصبة حسنا هذه الخلية قلنا بعد ما مرت من قسامات خيطية حسنا هذه الخلية بعد كما لدينا عدد الكروموسومات حسنا 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 تقسم حسنا 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 اللي هي اقصد يعني الكروموسومات مو الكروموسومات مثلا 6 و40 خلاص هاي مقسمة اثنية رح حصير هذا رح يرجع 23 ها 23 لا رح يضاعفا ويروحا 6 و40 6 و40 ناس 6 و40 6 و40 الى اخر وكذا يحتي الكروموسوم بينما السايتوب لازم لا هو نفسه شوفوا هذا السايتوب لازم نفسه انقسم 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 هنا زيان رح تبديل الخلية الوحدة تنقسم اثنيا الثين كل وحدة رح تنقسم اثنين فيصيران اربعة الاربعة كل وحدة تنقسم اثنين فيصيران ثمانية اوكي هاي شوفوا الصور فرتلايز ايج 2 سيل 4 سيل 8 سيل يعني الاعداد تتضاعف اوكي من توصل الى الصير عبارة عن دينسبول كرة مكونة من 16 خلية من توصل 16 خلية ما سوف نسميها نسميها هنا انا موريولة واضح هنا رح نسميها موريولة اللي هي 16 خلية نسميها موريولة زيان بلاستوليشن 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 شنو اللي هي مرحلة تكون بعد الموريولة اوكي الموريولة قلنا 16 خلية او اكثر هذه الموريولة شنو هي عملية تكون بلاستوسيست شوف هاي الموريولة بعدها صارت بلاستوسيست اوكي ركزوا بالصور اكثر حتفهمون اللي دي تكون اوكي هاي الموريولة صارت بعدين بلاستوسيست شنو اللي صار اللي صار انو هذه الخلايا اتمايزت وتخصصت اوكي انو صار بيها تغير اوكي فتكونت على شكل ترتبت اوكي هاي مجرد الخلايا انو ترتبت شوفوا الموريولة شنو كانت الخلايا متشرة هنا اترتبت صارت بقطب واحد بجهة واحدة زيان بجهة واحدة كونتلي فجزء من الخلايا وكو خلايا ايضا هاي محيطة هنا زيان هاي لما انترتبت بهذا الشكل صارت الخلايا كلها بجهة واحدة سميناها بلاستوسيست هاي الخليل كلها سميناها بلاستوسيست اوكي اذن الخلايا اللي بداخلها اسمني بلاستومير من اسمها هاي بلاستوسيست اذن بلاستومير جميع أقسمها الطبقة الخارجية الطبقة الخارجية التروفو بلاست الطبقة الألوار المرتقالية البرتقالية البرتقالية إنار داخلية سمعها إلعان إثره إثره أو يسمى إثره إثره هذي فى فى أطلق الوضع ماذا يسمى إثره إثره ماذا يسمى إثره إثره لأن هذين الخلايا ستكونون للتجنين الإثرهر ستكون من ذنين الخلايا ت orange هذين ستكونوا هذه الخلايا ستكون للمباريو هذاني مجرد شغلات ساندة ليش؟ لأن هذا الامبريو بلاست سيكون لأمينيون اليولكساك سيكون لألان تويس هذي سيكون لأبلاسنته التروفو بلاست سيكون لأبلاسنته زيان اللي هو الغشاء اللي حيحيط بالجنين هيتكون من هاي بينما هذاني رحيكون الجنين نفسه فسميناهن Embryoblast أو Inner Cell Mass Inner Cell Mass أو Cell differentiated to become Embryoblast كونتلي Embryoblast Unpolarized at one end وراح تروح تصير بمكان واحد بقطب واحد رح تصير بأحد أقطاب الخلية التروفو بلاست هاذا سيفرز السائل في البلاستوسيل سيزيد حجم البلاستوسيل هذا الخلايا سوف تفرز السائل هنا في البلاستوسيل سيزيد حجم الخلية أكبر أكبر وبعد ذلك سيصير بيتسنجوائش الآن سوف نذهب شاهدوا بالصورة و ركزوا اللي سوف أحتيه شاهدوا أجدت هذه الخلية هي حاليا بيضة مخصبة و صارت بها انقسامات اجدت و انزرعت وين؟ بجدار الرحم بجدار الرحم ستصير لدينا كل جزء من هذا الني سيقسم و يتخصص شاهدوا هاي هاي جدت و انزرعت بطانة الرحم هاي الخلايا التروفو بلاست اجدت و انزرعت بطانة الرحم هاي التروفو بلاست ستنقسم و تكون لي نوعين من الخلايا خلايا حتنزرع جوة بداخل الرحم دني شاهدوا اندني اللي حتتغلغل جوة بالرحم هتدخل بجدار الرحم هذن نسميهن سين سايتشيو تروفو بلاست سين سايتشيو تروفو بلاست اوكي هذن خلايا حتمر بستيج اسمه لاكيونر استيج اوكي لاكيونر استيج انه هاي الخلايا حتصير بها مثل الفراغات حتى تدخل بها هذن الأوعية الدموية تفهمون انه تصير هنا فراغات بيناتن حويصلات هتدخل بها هذن الأوعية الدموية حتى يصير توصيل الدم الى الجنين كنا نعرف ان هذا الدم هو هيوصل لي الوكسجين هيوصل لي المواد الغذائية للجنين خلايا جنين حتى تقدر تنقسم وتكبر وتنمو زين هتمر بستيج قلنا اسمه لاكيونر استيج هاي اللي هي سينسايتشيو تروفو بلاست زين هذن الخلايا الثانية قلنا قسمة الى جزئين الأول داخل الرحم الثاني حيحيط بالجنين اللي هو السايتو تروفو بلاست اوكي سايتو تروفو بلاست ركزويا بالصورة هاي الجزء كول لي سايتو تروفو بلاست و جزء الغلغل داخل بطانة الرحم سميناه سينسايتشيو تروفو بلاست اوكي الهنا تمام عرفنا هذا شنو اللي ساوت لي التروفو بلاست نرجع للخلايا الرئيسية خلايا الجنين شلو رح تنقسم وش رح تكون خلايا الجنين هتنقسم الى عدة شغلات باعوا اول شي بصورة رئيسية الامبريو بلاست هينقسم يكون لهايبو بلاست وإبو بلاست اللي هنه الطبقتين الرئيسيات حتى يكونن باقي طبقات الجنين اللي هو إبي بلاست والهايبو بلاست مين اجن من هذا؟ الانرسير ماس أو الامبريو بلاست زين؟ الامبريو بلاست انقسم هايبو بلاست وإبي بلاست زين؟ هذا الهايبو اللون بنفسجي وهذا الإبي اللون الأزعق زين؟ بعد الامينيون الامنويتك كابيتي هذن ايضا تكونن من هذا الانرسير ماس هذن الاخضر ايضا تكونن من عنده زين؟ ولكن نحن نحصل على طبقات هتكونن جنين فهي الامبريو بلاست تكونن من الامبريو بلاست نرجع نسح الحفظ مالاتيني بلاستو سيست كان عندنا بلاستو سيست البلاستو سيست كانت محاطة بطبقة خارجية تروفو بلاست وطبقة اللي هي الامبريو بلاست اللي كانت بطرف واحد بلاستو 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 ب واضحة أدري شوي الأسامي الصعبة ولكن هي هذه الطبقات هي هكي أسامية مزين هاي الطبقات الرئيسية هاي بالبداية هكي أسامية مزين هسا وصلنا موضوع امبلانتيشن شنو معناه معناه زراعة البيضة المخصبة داخل بطانة الرحم شلو رح تنزرع انظروا اول شي سيحدث سيحدث عندنا اندو ماتيريال لائننج شبهها ستتحول بطانة الرحم كانت جدار الرحم كانت بطانة عادية اندو ماتيريال بعدها قلنا صار عندنا افرازات هرمونات وكذا فتغيرت صارت بطانة افرازية صارت بطانة افرازية تحولت من اندو ماتيريال لائننج الى سكرتاري لائننج هيا حتيناها بالوفيليشن سايكل بعد بطانة الرحم صارت اثخن صارت ثيكند اوكي صار حجمها اكبر زيان الذني مو قلنا صار السكرتاري لائننج معناها صار بيها سكرتاري غدد تفرز هذني الغدد حيكون بيها زيادة بالحجم سيطاول حجمها سيطاول شكلها يصبح أطول وكذلك ستزيد عندنا التغذية الدموية لها المنطقة ستصير حيث ستزيد التغذية الدموية للمنطقة بهاي الحالة الاندوماتيريا بطانة الرحم سنسميها سنسميها بطانة الرحم بطانة الرحم سنسميها لما صارت بي هذه التغيرات كلها بطانة الرحم سنسميها طبقة التي تكونت من التروفو بلاست شبيهة بطانة الرحم بطانة الرحم سنسميها ولكن هذه الخليل التي كانت بلاستوسيست زرعتني بطانة الرحم من خلال الكوريونيك كوريونيك سنسميها تغلغل الخلايا السنساجي بطانة الرحم بعد البلاسين تتكلم على بطانة الرحم ومجرد أن تنزرع البلاستوسيست بجدار الرحم سيبدأ تكون البلاسينتة حتى تكون البلاسينتة حتى يحدث حتى تربط البلاستوسيست بجدار الرحم السنساجي لم تقلق الكوريونيك في هذه المنطقة كذلك الهدور مهم إنه شنو أبروديوس هيومان كوريونيك غوندا تروبين اللي يتفرزلي في هرمونات هاي الهرمونات تحفزلي إفراز البلاستيرون انتجتلي هرمونات حفزتلي إفراز تكون البلاستيرون زين البروجستيرون 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 تحفز الهتراس هذه حتى شنو حتى يوصلي كمية أكسجين كافية للإمبريو ويوصلي أيضا الغذاء من خلال الدم كنا نعرف دورة دموية داخل جسم هذا الإمبريو اليوترس ما سيساعد الجدار الرحم سيساعد حتى ينمو هذا الجنين كل الظروف ستتعاون حتى يتكون اليوترس سيحرر لي السكر من الخزين من الخزين حتى يوفر لي وحتى يوفر لي غذاء للجنين حتى يوفر غذاء للجنين ستحرر السكر من الخلايا من اللايكوجين المغزون حتى توفر لي فتغذاء الفلية تبدأ تدخل بها أو ثم الفلية ستبدأ تنقسم ستبدأ تدخل بها أوعية دموية أكثر نسميها ثم ستبدأ تغذية للجنين تبادل غذائي للجنين زين الامبيريو تدخل بها تدخل بها ما ستصل الجنين بالرحم من خلال الحبل السري حسنا هذا الحبل السري المخلص المخلصة المخلصة الأيضية ستعبر بالترشيح من خلال البلاسنتة حسنا حسنا ستصبح المخلصة الأولى هنا تنتهي المحاضرة الأولى من محاضرات الامبيريولوجي محاضرة نوعا ما طويلة ولكن لا يوجد معلومات صعبة لا يوجد أشياء معقدة محاضرة واضحة وسهلة أتمنى أي سؤال أي استفسار أعدكم بباركم عن المحاضرة دزولية وتدللون بالتوفيق شكرا جزيلا